كل سنة وحضراتكم طيبين بصراحة شديدة وحشتوني جدا الاجازة الاسبوع ده اجازة كانت طويلة شويتين بس خلينا ننبسط بالعيد وخلينا نبقى فرحانين بالعيد ويأيامنا كلها ان شاء الله تبقى فرح وسعادة في وسط العيد جالنا خبر سعيد روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر مدة اربع سنوات سمعتها دي قبل كده سمعتها في فريق قبل كده في مصر سمعتها في منتخب في مصر بصراحة تحية كبيرة للاتحاد المصر لكرة القدم تحدينا يا كابتن حازي امام لتولى المفاوضات مع روي فيتوريا تحية عشان احنا بنمتقد كثيرا نهاجم كثيرا بنزعل كثيرا من اتحاد الكورة بس بما ان في خطوة ايجابية فنقول برافو الخطوة ايجابية بالنسبة لي ان اسم كبير هو روي فيتوريا كل خطوة من خطواته كان فيها نجاح وزكاء ومدرب رائع جدا والاهم انه التعاقد اربع سنين احو ده بقى اللي يتقال عليه بزرة مشروع ما انت منجب ليش مدرب تقول لي التعاقد معاه حتى كأس الاقومة الافريقية التعاقد معاه حتى كأس العالم ماهو ما فيش مدرب اي مدرب في العالم ما بيدمنش انه ينجح في اي بطولة مستحيل مستحيل اه ممكن يقولك انا هقدي كويس انا هعمل شغل عشان هقدي كويس بس مستحيل مدرب في العالم يبقى ضامن انه هيكسب بطولة فاحنا عمين نغير اي بطولة منخسرها ييجي مدرب يتغير 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 لا رؤية فيتوريا جاية اربع سنين يبقى اتحاد الكورة عشان نفضل نشيد به لابد ان يستمر فيتوريا اربع سنين مع منتخب مصر مهما كانت النتائج تاني مهما كانت النتائج تالت مهما كانت النتائج يعني ايه يعني هنلعب كاس الامر الافريقية خسرنا لعيبنا تفسيرات اهم افريقية وما صعدناش وما افريقيا يقول لك الحاجات الكبيرة اوي وصلنا كاس العالم ما وصلناش كاس العالم اي نتائج تحصل ده مشروع المشروع محتاج صبر محتاج صبر عايف انت لو روحت فتحت محل اكل واجبات سريعة ممكن ما تكسبش من قود شهر ولا شهرين ولا سنة وممكن تخسر فلوس كتير اويش بس ممكن بعدها تكسب مكاسب هائلة هو ده المشروع هي دي فكرة المشروع مدرب يعني الصبر عليه مدرب يعني نستنى ونقف معاه نسنده ندعمه ندعمه ازاي نهارده كنت بفرج على شوية فيديوهات لقاءات لفيتوريا في البرتغال وفي السعودية هو كان بيدرب بنفيكا في البرتغال وكان بيدرب النصر في السعودية سمعتولوا لقاء على احدى القناة العربية وهو مدرب للنصر السعودي تحدث في نقطتين في غاية الاهمية شو بقى هو قال كان كتير في الكرة بقى وفنياته وفريقه وهيلعب ازاي وتدعماته وكلام ده كله انا خدت بس كلمتين اول حاجة قالك انا عجبني الملاعب هنا الملاعب فرق كتير في المستوى وارتفاع مستوى اللاعبين تكلم على الملاعب يعني هيبص على ملاعبنا ويشوف هتقدر تخلي مستوى اللاعب المصري او مستوى الكرة في مصري جيدة ولا هيبص على الملاعب تاني حاجة قال ان انا كان عندي بعض التحفزات في النظام المسابقة بس الامور اتعدلت كم ده كان في 2019 في الدولة السعودية لما هيبص بقى على المسابقة بتاعتنا ايه الاخبار ايه الاخبار ايه اللي هيشوفه فوضح انه بيبص على كل التفاصيل انا باخد اللي بين السطور بقولك اتكلم كتير في الكرة واحكلمكم كتير النهاردة ومع ضيف النهاردة ازاي الراجل ده بيلعب وازاي بيفكر وازاي بيحط التاكتك بتاعه كلام كتير النهاردة هنقوله بس بقولك اللي بين السطور يعني هيقولك لا لا انا اسف الدورة بتاعتكم المسابقة بتاعتكم ده لا لا ده بايز جدا ده مش هيطلع لعيب كويس هيحط عينه وهيحط ييده على الجرح ده وهيشور عليه هيقولك لا لا انتو بعض الملاعب عندكم فيها مشاكل ما تقدمش كورة كويس هيحط ييده على الامور ديت فاحنا عشان نعمل المشروع اللي هو روي فيتوريا جاي بسببه لازم كل حاجة تبقى سليمة ما انت برضو ما تجيش تقول لي احنا تعايدنا مع روي فيتوريا اربع سنين وهو ده المشروع لا استنى عندك المشروع قطع نشيئين محترم المشروع ملاعب جيدة المشروع مسابقة منتظمة المشروع تحكيم منضبط المشروع ان يبقى عندك محترفين اجانب في الدور المصري جايدين ومحترفين مصريين في الخارج بعدد كبير ده المشروع الحقيقي المشروع مش بتاخد منه جزء اللي هو مدير فني المنتخب مصري اه وبعدين هيعمل لوحده ما فيش اي مدرب في العالم يبقى ساحر لازم المنظومة كلها تبقى سليم فدي خطوة هائلة ورائعة ومميزة فيه تعليق سمعته من كثير من الناس انه روي فيتوريا ما دربش منتخب قبل كده بصوا جماعة فيه اكليشيات كده منفضل نحطها ونتورسها جيل بعد جيل انه مدرب الفريق غير مدرب منتخب ومدرب المنتخب غير مدرب فريق الكلام ده كلام مش مظبوط المدرب بيحط تاكتك المدرب بيحط خطة المدرب بيجيب لعيبة المدرب بيختار لعيبة المدرب رؤية فنية فيدرب فريق درجة أولة يدرب فريق درجة تانية يدرب منتخب يدرب أي حاجة هيشتغب بنفس الأسلوب مفيش حاجة اسمها مدرب منتخب ومدرب فريق اه طبعا الاختصصات هنا مختلفة انت مع الفريق انت مع الفريق كل يوم بتدربه كل يوم في المنتخب انت مدربش المنتخب كل يوم بس في الأول والآخر مفيش حاجة اسمها مدرب فريق ومدرب منتخب والدليل إنه فرنسا بقالها سنوات عايزة دين الدينز دان يجي درب منتخب فرنسا وهو ما ضربش منتخبات عادي يعني وفيه كذا اسم بس دا اللي يجي ببالي حالا دلوقتي يعني بس فيه كذا اسم بنفس الطريقة مدرب كان بيدرب فرق كتير وبعد كده بقى رانييري فرق ومنتخبات وهكذا منشيني نفس القصة فرق وبقى كده منتخب عادي مش لازم تمسك في القصة دي دي يحطها على جمع